وعقب انتهاء جولته التي بدأها بعدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة مفاجئة لمدرسة محمد متولي الشعراوي الإعدادية بنين لمتابعة سير انتظام الدراسة بها وخلال التفاقض للمدرسة للتأكد من سير وانتظام العملية التعليمية تعرف رئيس الوزراء من الطلاب عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة من المدرسة وكثافة الفصول ومدى اهتمام المدرسة بتقديم الأنشطة الرياضية وممارستهم لتلقى الأنشطة في الحصص المخصصة لهم حيث أكد الطلاب أنهم يستقبلون العام الدراسي بكل جدية وحرص على الحضور وطلق الدروس التعليمية مشيرين إلى سعادتهم بالتقليل كثافة الفصول وحرص إدارة المدرسة على الاهتمام بوافر الوسائل التعليمية